أعوذ بالله من سيئات أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ابن القيم رحمه الله قال سيئات العمل وش معناتها؟ سيئات العمل علىها قال هكذا من سيئات أعمالنا قال كين واحد سيئات يديرهم الإنسان وبعده وش يدير؟ ما يستغفرش ما يتوبش وبعدها هذك سيئة كما تتوبش تكتب الملك الملك يرفع يده عن الإنسان إذا أخطأ ست ساعات فإن تاب ما يكتبهاش وإن لم يتوب كتبها المعاصية تكتب سيئة هذك الإنسان موش سمع لا بالملك لا بالكتابة لا بالاستغفار خلاص إدمان وش يقولي الإدمان؟ الإدمان يقولي عنده تزايد في استهلاك هذك شيئاتك أو في الإدمان في النظر أو في الألعاب أو في الدخان أو في أي حاجة من هذه الأشياء الدخان الشمى هذه الأشياء هذه عبارة عن معاصي تكبر مع الإنسان هذه الخطر التحام هذه غالبا تلقى الإنسان هذا كماتة هذه المعاصية نسأل الله السلامة والعافية علىه لأنه عاش بيها والخواتيم يقول العلماء علمت الناس تجربة أن الخواتيم إنما تكون بحسب ما يدمن عليه الإنسان أو ما يكنه نسأل الله يصلح على نيتنا وسرائرنا يعني كان الناس عندهم الداخل داخل قلوبهم فيهم المرض نسأل الله السلامة والعافية هذا المرض هذاك حتى ولو خبه الإنسان يبقى مدام مع الجوش أو مريض الداخل يخرج فيه من الأيام ويموت به وهذه مصيبة إن الرجل لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر خلاصه وقريب يموت وخدم خدماته أهل الجنة وش من حج وش من عمره وش من صلاة وش من أذكار وش من صيام وش من قراءة قرآن خير كبير وبعدها في الدقيقة الأخرى يخرج عن الدين يخرج يعمل بعمل أهل النار فيموتوا على ذلك فيكونوا من أهلها نسأل الله السلامة والعافية حياته قاعه في العبادة وبعدها هذه تخوف تخوف الله يصلحها لنا وهذا الإنسان نوع من الناس هذا يقول العلماء في الرواية فيما يظهر للناس وإلا فهو في نفسه الداخل كين الخبط نسأل الله السلام والعافية وهذا من أعظم الأشياء الموجودة في الإنسان التي تجعله يموت على خاتمة سيئة وكين من يدمن على الحاجة يدمن ودرك الآن إحنا رأنا نشوف الخواتيم نشوفه فيما نارها يعني الحساب بتاع الناس بينهم بين مولاهم ما نقضوش يتحكموا نسأل الله يعفوه عننا وعن إخواننا جميعا حتى لي ماتوا شاربين ربي يغفر لهم يعني ما نتمنوش احنا كيدخلوا إنسان للنار ما ناش نتمتعوه ما نتمتعوش مادا بين الناس كم نتخل الجنة الجنة راهي واسعة وربي يخلق لها ناس جدد يوم القيامة يعني ما كاش فيها الأخر ما يلحكش ما كاش نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من ساكنيا كالنوع من الناس هذا الإنسان ماذا يفعل يعني يكون عنده في نفسه إدمان على عامل معين ويحبه ويعيش به تلقاه إنسان مدمن على الخمر مدمن على الدخان مدمن على المهلوسات مدمن على حب النساء والعيش في الفاحشة مدمن على الفساد والنظر في الإباحيات والأفلام الخليعة مدمن على الغناء الصهرات يتلقاه إما يسمع الغناء أو مغني أو غير ذلك فتجده هذا الإنسان يموت نسأل الله السلام والعافية على تلك الحال ونذكر كم من إنسان من هذا الفنانين مساكن يكبر يكبر في السن ويبقوا جلسات السوء يتبعوا فيه يعني وهو في المستشفى رح يموت في أيامه الآخرة ويحطوا له الميكروفون يقولوا نغني 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 هذه المشهورات تاكغنيها غنيها حبين يموت على هذه الحالة ولو كان قلوا قل لا إله لله قلوا قل لا إله لله يعني تخرج منه الغناء وحتى هو مسكين رح يموت بيش تعرف لهؤلاء الناس ليسوا إلا جلسات سوء نساء الله السلامة والعافية يقدر يسمي روحه إعلامي بين قوصين بصلاح ذاك الإعلامي من هذا النوع هذا نوع خبيث يتبعك حتى الأخر مثله كمثل جلساء أبي طالب اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله لله كلمة أشفع لك بها عند ربي أصحابه قالوا بالعلم التي عبد المطالب ونكاد نجزم أنه كان أبو طالب بلك وحده مع النبي عليه الصلاة والسلام لو يقول لا إله لله ولكن كانوا جلساء السوء قالوا له بالعلم التي عبد المطالب كم راحوا من الناس من الإعلاميين ومشو المستشفيات والمغنياء قلوا لها غنينا غنينا تشوف الغنياء لك مسكينها غناتها وماتت علاها تروحوا ليها وهي مريضة خلاص شعار فيه بليه تموت بيش تعرف بليه إنسان لابد عليه أن يختار المحيط التاعه الذي يعيش فيه حتى لا يجد بعد ذلك فساد يفسقه إلى نار جهنم هذا النفس هذه النفس النفس قد تأخذ بك في خطر وتجعل لك حياتك مبنية على إدمان شيء هذا كله فساد تعرفوا أننا لو كان نحيه هذا هذا مش ما تاني يقول لك نحيه لا نستفادوا من نحنا هذا لو كان زعمت نحيه عاود رجع اللور أرجع لتسعينيات وثمانينيات وجلس برا وروح عيش حياتك العادية تلقى روحك تعصي يا ربي ولكن عدد المعاصي قليل لأن المعاصي ما يش مسخرت لك بليح كانوا الناس في ثمانينيات وش نشفاوا عليهم احنا كانوا الناس يحبوا يشوفوا أفلام يشوفوا كذا ما عندوش بش يشوف ما كاش يعني الإنسان اللي عنده ليكتور فيديو هادك قليل بش تلقى واحد عنده والأفلام بش تلقى فيلم تشوفه ولا ما كاش أصلا والإيادة على كينة وحدة قانت وحدة في الجزائر قانت وحدة تفتحها الخمسة عشرية ولقى الحداش ما كاش يعني ما كاش ما كاش وش تشوف أصلا بش يعني تحب تعصي ربي ما كاش يعني الناس يقدر يكابتوا في اسبانيا ويقدر يحبوا يشوفوا يحبوا يشوفوا الأمور التي تشتهيها أنفسهم من النساء العاريات كذا ولكن شي صعب جدا بالنسبة للناس يتعبوا تتعب بش تعصي ربي وفي الخارج البنات مش أي واحدة غير تتكلم معها أو تعاكسها كانت حرما عند الناس موجودة فالإنسان لما يخرج قل لا ما تلقاه بش يحبها لكن يحب يعصي بش يحب يعصي ربي لازم له مكان معين وجمعة معينة ويتعب بش يقول لي يعصي ربي يتعب فكان المحيط متعب للمعصية فإذا عصى الواحد فينا ربه صارت المعصية محسوبة عنده محسوبة يحسبها يقول كان اليوم در تهديك ودر تهديك ودر تهديك ولكن إذا كان الإنسان الآن في هذا الجوال هذا الهاتف هذا كيف يفتح يبدأ يطلع ويطلع رقصة وغنية وفضيحة وغيبة ونميمة واستهزاء وحيانا حتى استهزاء بدين الله ويشوف يشوف يشوف يحس شرعب له يعصي في ربي والعدد انتع المعاصي كثير وكثير جدا جدا والمصيبة وش نهي أنه بعدها مباشرة ينام من غير ذكر الله مباشرة ينام يعني لو كان يموته أراقب في الليل رح يولي هذا الإنسان آخر ما كتب له من أعماله أنه قد ملأ عينيه بالحرام وأذنيه بالحرام من هذا الهاتف قبل أن ينام فليحذر الإنسان ماذا يرى خاصة قبل نومه وهذه هي المعاصي النوع الثاني من العصات الذين هم عصات مدمنون الخطر في إدمانهم أن القلب يموت وأن الخاتمة في محل خطر الخاتمة تعالى الإنسان في محل خطر هذا النوع الثاني من المدمنين ترجمة نانسي قنقر